موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من الصحافة العالمية مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالاً لكارني روس بعنوان العراق يكشف نفاقنا جاء فيه إن العمل العسكرية لحماية الأقلية اليزيدية في شمال العراق صحيح ولكن السجل الغرب في إنقاذ من يستحق ومن لا يستحق مخجل في معظم الأحيان يكون التدخل العسكري هو قراراً خاطئاً ولكن في أحيان أخرى يمكن أن يكون صحيحاً حيث كان التدخل العسكري صواباً في كوسوفو وليبيا في عام 2011 وفي شمال العراق حالياً أما في مصر فالغرب يدعم الدكتاتورية حيث سجن هناك الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في سجون مروعة وفي فلسطين قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل القنابل خلال قصفها الوحشي على غزة إن الموقف الغربي من الأحداث المختلفة في الشرق الأوسط أشاع حالة بشعة من التشويش في المنطقة حيث يقوم الغرب بدعم الدكتاتوريات في بعض البلدان ويدعو إلى تنحيتها في بلدان أخرى كما يدين الغرب قتل المدنيين في أماكن ويتغاضى عن قتلهم في أماكن أخرى إن المعايير المزدوجة للغرب سيتم استغلالها من قبل المتطرفين عبر العالم إن سياسة الغرب في الشرق الأوسط لا تقوم بوصل الأزمة المترابطة في المنطقة فحماية المدنيين في سوريا يعني إعطاء وسائل الدفاع عن النفس مثل الصواريخ المضادة للطائرات إلى المعارضة المعتدلة وذلك من شأنه أن يحيد من تنامي داعش في العراق لن يوقف الخطر القادم من سوريا كما أن تجاهل القمع في مصر سوف يعزز التهديد الإرهابية في جميع أنحاء العالم نواصل مشاهدنا الكرام مع الصحافة العالمية حيث نشرت صحيفة الڭارديون مقالا بعنوان بريطانيا تعزز دورها في المعركة ضد المتطرفين في العراق جاء فيه تعمل بريطانيا على تكثيف دورها في القتال الدائر في شمال العراق ضد المتطرفين المسلحين من خلال إرسال معداتها العسكرية الموجودة في الأردن إلى القوات الكردية التي تقاتل مسلح الدولة الإسلامية في العراق والشام وأرسلت بريطانيا طائرات هيلوكوبتر من طراز شنوك لنقل اللاجئين اليزيديين المحاصرين في جبل سنجر وبعد ساعات من منشدة رئيس جهاز الأمن الكردي مسرور برزاني لبريطانيا من أجل تكثيف مساعداتها للقوات الكردية في شمال العراق وفقت لجنة الطوارئ البريطانية على نقل شاحلة عسكرية بريطانية في الأردن إلى أربيل وتأتي هذه التحركات وسط تزايد الضغوط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أجل المشاركة بعمل عسكري وشن ضربات عسكرية ضد المتطرفين في شمال العراق وعقدت لجنة الطوارئ البريطانية اجتماعا ترأسه وزير الخارجية فيليب هاموند لدراسة تسليح القوات الكردية التي تقاتل ضد داعش في شمال العراق نقرأ الآن مشاهدين الكرام في صحيفة أستريليا التي نشرت تحت عنوان حملة عالمية لمواجهة تهديدات الجهاديين الأجانب جاء فيه ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع أستراليا بقيادة حملة عاجلة في الأمم المتحدة من أجل وضع استراتيجية عالمية منسقة لتعامل مع المواطنين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق كجهاديين وهو الأمر الذي حذر منه رئيس الاستخبارات الأسترالي الليلة الماضية واعتبره ذهديدا خطيرا للأمن الدولي وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على ضرورة تشجيع العالم للتحرك ضد الجهاديين الذين يحاربون في صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام وذلك تزامنا مع قيام المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية ديفيد إيرفين بتحذير الأستراليين من الانضمام لما اعتبرهم أسوأ الجهاديين في العالم أو المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا والعراق وأكد على التهديد الخطير الذي تشكله الجماعات المتطرفة التي تشارك في المعارك الحالية في سوريا والعراق وقيامهم بعد ذلك بالعودة إلى أستراليا أو إلى أي دولة أخرى حيث تكون قد تشكلت لديهم عقلية إسلامية متطرفة ننتقل الآن مشاهدين إلى صحيفة القدس العربي حيث كتب محمد كريشان مقالا بعنوان شكرا غزة قال فيه من كان يتخيل قبل بضاعة أشهر أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يتفاوض على وقف لإطلاق النار يرأسه قيادي في حركة فتح ويتركب من قيادات من حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من الداخل والخارج من؟ لو لهذا الدني الطاهر الذي سال بغزارة في غزة الوفد الفلسطيني المفاوض الآن في القاهرة بروفا سيشعر الجميع من خلالها أن ما يجمعهم أهم بكثير مما فرقهم بل إنه لا يوجد أصلا ما يفرقهم طالما أن مصائب الاحتلال واحدة إنها بروفا ستعلمهم تدريجيا فضيلة التوافق والبحث الدائم عن المشترك سيجد من تمرس على المفاوضات أن له سندا في من لا يقتنع بغير المقاومة مجرى في غزة وما أعقبه من محادثات الآن في القاهرة رسخ قناعات وبدد أخرى رسخ حقيقتين لابد من إنضاجهما باستمرار أولا حتمية الوحدة وتكامل الأدوار كان ذلك صحيحا دائما ولكن الفلسطينيين اليوم هم أحواج ما يكون له ثانيا جعل الاحتلال لا يطاق لا مفر من جعل تكلفة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة وارتفعة بدرجة لا تقوى إسرائيل مع الأيام على تحملها هنا لا معنى لمقارنة خسائر المحتل بخسائر من يقاومه وإلا لكان على الثورة الجزائرية أن تلعن إلى اليوم لأنها تسببت في موت أكثر من مليون شهد لن ترحل إسرائيل أبدا عن الضفة ومحاصرة القطاع إذا لم تدرك بأنه لم يعد لها قبل بتحمل حجم الخسائر من أمنية واقتصادية ومن سمعة دولية تزداد تراجعا القضايا الدولية لا تكسب فقط لأنها عادلة بل لأنها باتت مكلفة وما من قدرة إضافية على التحمل هكذا انتصرت كل قضايا التحرر في العالم من فيتنام إلى الجزائر إلى جنوب إفريقيا إلى تونس التي كان زعيمها الحبيب بورغيبة يراهن باستمرار على الدبلوماسية لكن المقاومة لم تسلم سلاحها إلا مع شروع الاحتلال في الرحل لرجاء من مفاوضات تريدها إسرائيل بلا نهاية ولا أفق لمقاومة إذا تجردت تماما من أن تأخذ في الاعتبار كثيرا من الإكراهات الإقليمية والدولية لقد أثبتت المظاهرات في كثير من عواصم العالم الكبرى ومواقف المشاهر فيها فضلا عن روعة المواقف الشعبية والرسمية في أمريكا اللاتينية أن الإنسانية ما زلت بخير أجواء من الصعب أن تستمر وتقوى إذا لم يستمر الفلسطينيون بالوحدة والمقاومة بجميع صورها نقرأ الآن في موقع العربي الجديد حيث نشر مقالة لميشيل كيلو بعنوان لا حل بلا ديمقراطية جاء فيه تتزايد علامات حلال الدول المشرقية في سوريا والعراق وبدرجة أقل في لبنان والأردن لمي رأى في أن الثورة كشفت مكان يعتور هذه الدول من عيوب ونواقص وإن كان فشلها في إيجاد حلول له سيفضي إلى انهيارها وسيبقي على الوضع الراهن بكل ما فيه من بلايا ومصائب وإن تبدلت أشكاله العلمانية بأشكال مذهبية ستفوقها سؤا وكانت الثورة قد طرحت برنامجا لخصته بمطلبين عبرت عنهما بكلمات قليلة هي الحرية والدولة الديمقراطية نجح الحل العسكري الذي طبقه النظام السوري في تحقيق هدفين رئيسيين رسمهما له هما تحول ثورة الحرية إلى اقتتال طائفي وإنهاء سلمية الحراك المدني لصالح عسكرة آلت إلى عنف أعمى لا ضوابط له هذا النجاح نمى الإرهاب الآثية من قاع المجتمع ردا على إرهاب سلطوي شامل وهمش مطلب الحرية لصالح أهداف مذهبية لن تعرف سوريا الأمن والسلام إذا لم ينجح شعبها في قطع هذا التطور وإقامة ميزان قوى ينجز بواسطته ثورة الحرية وأدرك أنه لن يخرج منه دون نظام حر وديمقراطي ولن تبارح سوريا موتها البطيء إن بقي نضالها في سبيل الديمقراطية مطمورا تحت ركام صراع مذهبي طائفي بين النظام والتنظيمات الأصولية أو تحت صراعات وتصفية حسابات دولية وإقليمية ويختتم الكاتب مقاله قائلا لم تعود الحرية والديمقراطية مجرد مسألة بين مسائل سورية متنوعة وتؤكد حال القتل والفوضى المتفاقمة أن سوريا مهددة بالتلاش في غيابهما وأن تحقيقهما لم يعد مرتبطا بنمط النظام السياسي الذي يريده شعب سوريا وإنما صار وجود هذا الشعب نفسه مرتبطا بتحقيقهما بعد أن بينت الأعوام المنصرمة أن المجازر المذهبية والطائفية هي بديلهما الوحيد وأنها تطيح يوميا بوجوده متابع الآن مع صحيفة النهار التي نشرت مقالا لعبد الوهاب بدرخان بعنوان نظام بشار الأسد غداة ثكرة الانتصارات جاء فيه يمر النظام السوري بأسوأ حال منذ بداية أزمته ومنذ الانتصارات التي جيرتها له إيران وحزب الله والميليشيات العراقية موسكو منشغلة جدا بأوكرانيا طهران منهمكة بمعالجة الخلل الاستراتيجي الذي أصاب منظومة نفوذها بعد الفشل الذريع لنظام نور المالكي وبيروت استطاعت أن تحتوي ولو مؤقتا الخطر الإرهابي ولم تنزلق إلى تحويله حربا بين الجيش اللبناني ومناطق السنة أما نظام دمشق نفسه فيرى المعادلة الميدانية تتغير شيئا فشيئا في غير مصلحته كان بشار الأسد استهلك عامين أولين من الأزمة مخوفا العالم من إرهاب الشعب حين لم يكن هناك سوى إرهاب النظام وعامين أخرين مستدرجا العروض لمحاربة الإرهاب ولو متعايشا من منسقا مع داعش لكنه يجد نفسه الآن وحيدا وجها لوجه أمام الإرهاب الحقيقي فقد استفاد منه داعش ثم انقلب عليه والعالم لا يتحدث إلا عن الإرهاب في العراق انتهت سكرة الانتصارات وحيثة الانتخابات ولم يتغير شيء بالنسبة إلى النظام فلا شرعيته تعززت أو تأكدت ولا تحسن وضعه الميداني يوصله إلى أبعد مما بنغه ولا الأحلام الأوهام التي بثها قبل الانتخابات وبعدها شقت طريقها إلى الواقع ولا خطاب التنصيب كان خطابا رئاسيا بل مهاترة ميليشيوية ولا الدول التي رغبت في تعاون استخباريا معه أبدت استعدادا لتغيير مواقفها المعلنة منه ولا الهدنات المحلية هنا وهناك نجحت في إنهاء وضعية المواجهة الداخلية ولذلك وجد الأسد نفسه مضطرا إلى إلقاء وائل الحلق على رأس حكومته وإذا إرهاب منفلت كهذا بات النظام والمعارضة معا في مأزق لم يعد يفيد فيه تصدير الأزمة إلى لبنان أو إلى أي مكان آخر ذلك أن تخريب لبنان هو أولا تخريب على جماعة النظام من سوريين ولبنانيين وإذا كانت إيران لم تتعلم من تجربتيها البائستين مع الأسد ونور المالكي فما عليها سوى أن تدفع بحزب الله أيضا إلى التهلكة ذاتها ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة تركيا مقالا بعنوان بعد حادثة سفينة السلام مرمرة الزرقاء التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى سكان غزة قبل أربعة أعوام وتعرضت لاعتداء غادر من قبل قوات المارينز الإسرائيلية وهي في المياه الدولية تستعد قافلة أخرى على نفس الغرار تحمل اسم قافلة الحرية لتوجه إلى غزة مرة أخرى حاملة مساعدات إنسانية وبحسب المصادر فإن هيئة الإغاثة التركية إضافة إلى نشطاء من إحدى عشرة دولة سيكونون ضمن هذه القافلة التي يخطط لتحقيقها في الفترة المقبلة وفي سياق ذاته ذكر الناشط السويدي دورور فيبلار الذي سيكون ضمن هذه الرحلة ذكر أنهم سيتوجهون إلى فلسطين كلما قامت إسرائيل بعملية عسكرية ضدها وبحسب المصادر فإن رواد هذه الرحلة سينظمون خلال الأشهر المقبلة احتجاجات في البحر وفي بعض الموانئ في محاولة لفتح منافذ بحرية للفلسطينيين وتسهيل دخولهم وخروجهم من فلسطين جدير بالذكر أن حادثة مرمرة الزرقاء أسفرت عن استشهاد عشرة أتراك كانوا على متنها قبل أربعة أعوام أما وكالة أنباء الأنضول فقد نشرت تحت عنوان هيئة الإغاثة التركية تقدم مساعدات لنحو مليون طفل سوري جاء فيه تقدم هيئة الإغاثة التركية إيهاها مساعدات غذائية وطبية وأخرى متعلقة بالمسكن إضافة إلى خدمات تعليمية لنحو مليون طفل سوري اضطرت عائلتهم إلى مغادرة منازلها جراء الأحداث التي تعصف في البلاد والسكن في مناطق متفرقة وأوضح بورا قارجا أغلو المستشار الإعلامي لمكتب الهيئة بولايتها تاي في جنوب تركيا أن الهيئة تواصل تقدم المساعدات دون انقطاع إلى ضحايا الأزمة التي تعصف بسوريا مشيرا إلى أن الهيئة وزعت مساعداتها التي جمعتها من المتبرعين من تركيا ومن دول أخرى على العائلة المحتاجة التي تكافح للبقاء على قيد الحياة في المخيمات وفي منازلهم داخل سوريا وتبع قارجا أغلو إن الحرب في سوريا أثرت بشكل سلبي على الجميع وخاصة للأطفال ونعلم أن الأطفال هم الأكثر تأثرا بالوجه الوحشي للحرب في سوريا ونحن كجمعية نواصل الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال في كافة مناح الحياة من التعليم والصحة إلى الغذاء والمسكن فالحرب دمرت البلد كما أن الهيئة قدمت مساعداتها إلى قرابة مليون طفل سوري وذكر قارجا أغلو أن قساوة الأحداث في سوريا تحاصر كافة المناطق مبينا أن الهيئة وزعت ألبسة جديدة لتسعة ألف يتيم وستين ألف طفل موجودون في تركيا وسوريا خلال فترة عيد الفطر مضيفا أن الهيئة تواصل أنشطة المساعدة الإنسانية في العديد من المناطق السورية وقال قارجا أن الأيتام الذين يلجأون على خط الحدود مع تركيا تتدهور حالتهم النفسية يوما بعد يوم مع كفاحهم من أجل الحياة تحت ظروف معشية صعبة حيث تعمل فرقنا على إزالة تلك الآثار النفسية السلبية لدى الأيتام من خلال أنشطة اجتماعية يقومون بها بشكل منظم شهريا نشر موقع أوريانت نت مقالا بعنوان حملة علوية ضد الأسد بطرطوس والأمن لم يستوعب الفكرة جاء فيه أطلق ناشطون من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها رئيس النظام السوري بشار الأسد حملة ضد بقاء الأخير في الحكم واستنزاف أبناء الطائفة في حرب الدفاع عنه المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وعلى صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عرضت تنسيقية صرخة عشرات الصور لمنشورات ورقية معارضة للأسد تم توزيعها في عدد من شوارع وساحات مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي سوريا والتي تعد المعاقل الأكبر للطائفة العلوية في البلد وحملت تلك المنشورات التي رافع بعضها أشخاص لم يظهروا وجوههم حملت عبارات مثل الكرسي لك والتوابيت لأولادنا وصرخة ضد القتل والدمار والطائفية نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة حبر مقالا بعنوان الإعلام الثوري بطاقة صفراء بقلم عدنان القصير لعل ثقافة الاختباء وراء الإصبع ما زلت سائدة في صفوف الكثير من ثوارنا فالبعض لا يريد أن يصدق أن الثورة تمر بمنعطف مصري ليس عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا فحسب بل حتى على الصعيد الاجتماعي والحاضنة الشعبية لا أحد ينكر أن الإعلام هو السلاح هذه المعركة في الآونة الأخيرة لذا فإني أرى أن البطاقة الصفراء قد رفعت في وجه إعلام الثورة منذرة إياه بالخروج من مسرح الميدان إذا استمر بهذا الأداء البائس المرتجل نعم لقد فشل إعلامنا في استقطاب جمهور النظام جهلا منه بأهمية هذا الجمهور ودوره الكبير في المعركة مفوتا بذلك فرصة إرباك الخصم من جديد في الخاصرة الضعيفة من ساحته إعلام النظام يتغنى بالمصالحات الوطنية مغازلا بها عقول ثوارنا إن حضن الوطن دافئ لكل أبنائه الذين غرر بهم بل تراه يتفنن في مواده ليجعل البتابع الوسيط يتيه ويعجز عن التمييز بين النظام والوطن وإعلامنا غرق في سباته تراه قد اكتفى بالوقوف أمام المرأة ظنى منه أنه يستهدف جمهورا بل حتى نسي جمهور الثورة في مقيمات اللجوء لنكون أمام حقيقة من تنساه ينساك إن طبيعة المعركة مع النظام تحتم علينا التسلل للبيت الأسدي وزلزلته من الداخل مرة أخرى فهي معركة تحتاج نفسا طويلا وهذا لا يحتاج الكثير من الإمكانات والخبرات بل يكفي تدريب متميز ونوعي للكوادر الإعلامية العاملة على الأرض مع جهد حثيث وارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي لدرجة تواكب الأزمة الخطيرة التي تمر بها ثورتنا وإلا فالبطاقة الحمراء انتظارنا جميعا بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا بعد غد إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة